السلام عليكم أنا اسمي عبدالجليل عملت 30 سنة سوف نشارك معكم القيصة اليوم نريد أن نخلي رسالة لجميع الرجال كيف يكون الأصل لهم ثقافتهم المستوى لهم رسالة بخصوص الإينات والعيالات والفتيات يعني الجنس الأنثة نريد أن البنات سوف يكون مباشرة ولكن سوف نريد البنت لتكون بنت الأعاصلة ونفعل خطاء لتكون هذه البنت مزيانة في نظرنا من الأحسن أن نفعل علاقة ونزوجون وقبل أن نرى العفاة نرى الأخلاق نرى الأخلاق أولاً وخاءنا الضحية في هذه القصة ولكن هذا هو مصر من خلال هذه القصة ونصل لها إذا ستبغير البنت ستبغير روحها ليس لأنها لم يكن بقرة وأنها تفلوا عليها وأنها كانت خارجة الرشحة من واحدة كانت خارجة وتابت عليها الدراجل ندخلوا في القصة أنا تزوج واحدة البنت كانت عندي مع واحدة العلاقة ديال تقريباً واحدة العام تقوات العلاقة بناتنا والحب بناتنا احترام معمارنا درنا شي حاجة خيبة بزاف يعني أنا نمشي نالدار ولا برتوش كيفما يقولوا الدراري كانت علاقة في طول الاحترام وكان بغوا بعديتنا بزاف وتفقنا على الزواج وصبرنا على بعديتنا على بزاف ديال الحويج تزوجنا بحكم أن أنا عندي مع على قضية العام فش بغينا نصيبوا الوراق وذلك شي ما طلبت لها أنا درشادة طيبية بحكم أني كانت تقفيها وأنا ديجا عندي ما عنديش ما كانت صوقش لش أن درشادة طيبية أنا بغيتها هي كان كروح كشخص هي شخصياً حيث كان بغيها وكتحترمني وتكون قاع ما عنداش بكارة ومن بعد قاعد إلا كانت دارتش حاجة في الماضي لا ما غي يعودش ديالة بنادم حيث أنا معها هذيك ساعة ما عود ما غا تعودش ديالة تقدروا تقولون من بعد ما تسمعوا القصة تقولوا كان الغلط ديالي هو هذا لا لا هذا مش هو الغلط ديالي ما لنا في ليلة الدخلة درنا العرس كل شي دازم زيان كل شي دازم باخير كيف ما خططنا ليه دازدك شي الحمد لله ولكن في ليلة الدخلة صدمتني وقالت لي أنا مسترسية اليوم كان فضل ما تدخلش على يدها أنا مسترسية وما غا نكونش معك قلت له ما كين بس صافي نيت مع عينة وفي اللبسة الأولى والتهنية والثالثة كان صراحة كانت تخصني غين الناس ومواني نضرت يتنا وفلا أخصك تدخل عليها أخصك تروح معها أخصك هذي من ذاك التقاليد ما كيدخلش ليلة دماغي أنا أنا باقي ذاك البنت سنكمل معها فعلا سالينا العرس ومشينا للدار وما بغا تنيش أنا ندخل عليها وكتصافي نيتها من بعد من يدخلنا من اللي فقنا لغدليه باشرنا بالعملية فعلا ما تلقاهاش بنت وكيفاش تدعرفت أننا ما تلقاهاش بنت فعلا من اللي كنت كان نحاول أنني نفتط البقرة ديالها ما ما كان ذاك شي صعيب وكتشفت من بعد بل أنا كانت دائري واحد العملية ومعاودت لي هذي شي هذا كامل أنا ما نقولش ما تعصبت وليكن درت فيها تعصبت باش ما تقولش هذي رابيرد ولا فراس وشي حاجة ما بقى في الحال بقيت كان غوات علش ما قلتش لي وش رحي لي قلت لو قلت ما هي عاودي لي دا باش نطرا قلتني أنا العاود لك أولدنا قلتني أنا كنت كان نسافر في في العطلة الصيفية كنت كان نسافر عن دار خوالي كنت كان مش عندهم من البلاد وكانوا ولاد خوالي وكل شي كي كون تماما وكانكونوا مجموعين كاملين قلت لي واحد ودخالي واحد نار كنا كان نسايب وشي حاجة دالي شي حاجة في ما عشدكش اللي كنا نسربوه ومن بعد عاد قلالي ومن ثم أكون هاك ومن اللي تعرفت عليك انت أخفت لك قلت دي الفرصة دي عليها وراجل جابه لي الله وقلت لي لا لا هذا غلط كبير هذا غلط كبير خسكت صارحي من اللي وولد صارحيني تقول لي يا شنو كين وشنو كين وشنو كين ومن بعد غا نكتشف بالله القاسة غير اخترقاتها اخترعتها باش أنها تسكتني وصافي وهي مع ما قدرات انا تعرفش من نوع دي الرجال اللي هو اللي مها دابا اللي هو انا ادو بلا مقولوس انا صارت اليام تقبلت الموقف صارت اليام كتلا مكين بس صافي كل شي دازم زيان كل شي دازب خير صافي مشي مكان تدابزه وكانت عصبه ونقول انتي ورجبت كمان زنقاء او لا اكبر غلط يدوري الرجال اكبر غلط الدابز مع المرأة وتقول ليها مادما اخويا ادو بلا مادما اخويا قبلت اليها وبغيتيها وكملت ما حيات كنت عارف ذاك شي مادما اخويا وخدت كونيها باردة القلب وكيرغت زراحها بزاف ومعندك شي ادنى حق مشي انك رجلها غتقدر تسباك في موغيت لا غلط كبير ما علينا كملنا انا وياها كأنها شيء لم يكن كنت ابزو مشاكل عائلية بسيطة بحكم العمل ديالي كنت بغفوة كان قدر نخبر على الدار سيمانة حتى الشهر كنت كانت بي بلاصة بزاف طامجا اقادير بغفوة الحسيمة كنظر على الابط بلا ما نقول ما هو المهنة ديالي حتى ما نشيش حاجة مهمة مي اغلبية ديالوقت نقصف الدار نقدم بقى في الدار تلت شهور بعض شهور بد من جاءت الخدمة ونعود نمشي على ثاني شهر وهي غادة انا كانو كيشيوني شيء شيء اخبار من العائلة هو لارة بحالدة بخالي كان ولد عمي كان ولد عمتي بنات خالتي كل شي تقولي المدام ديالك كنا بخفوة تلقوا في شي بلايس ماشي تلهي واش انت عارف مراتك شكا تدير وشكا تكون هنا وشكا تدير هنا وشكا تفعل هنا قلت لهم لا ما عادي انا مراتي طيق فيها وما تقدر تكون مشا تقدر تشي غارات تنسولها كتوية فعلة ركنت هنا وقضيت هد الغارات قضيت هد الغارات دازد المودة وكترهج لعاو تاني كنسولها شكا تدير يتم لا لا واحد صعبتي خياطة وكترهج 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 دازد الأيام تشي عبتاني بدكي قوة قلت انا جاء له ماما باش انا كانت تقفى ولكن ما فيها بس نتأكد ما فيها بس نتأكد دازد الأيام قلت لها رغم اندي واحد الخدمة فقا قدير غان قلت 28 يوم غان بقافل بورغ خسنين حسب شي سلعه خسنين حسب شي حواج يدخلوه ونقيدهم 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 خسنين تسلنا شي باركوة غا يدخلوه صرحت لها الموقف ديالي ومشيت وامجيني ومشيت للأقادير هبطت الأقادير وعيدت لها وقيت لها أنا رف أقادير وتأكدت بلي أنا رف أقادير تواصلت معها وفهمتي وصفت لها شي تصاوار وكذا تأكدت بلي أنا فريم وارع في أقادير قطعات الشك رجعت ديك الليلة رجعت للدار ما دخلتش للدار شئ ثلث يام وانا كان باتغي في الطموبيل كنت بدلت الطموبيل مع الدري صاحبي باش ما تشكش حتي عارفة الطموبيل عندي معلينا مشيت بقيت كنت أسمر عليها ذاك الليلة اللي وصلت بقيت في الطموبيل حدا الدار لاغ بدليه لاغ بدليه تسبب لي السيدة خرجت وانا منعاتي ما كانت تكون معايا وما كانت تكون خارجة أولادي كانت تلبس جلبة ولكنا هاد المرة بقيت لي خارجة كأنها سيدة خارجة منجوجة مواله خرجت طلاقة ولا خرجت قاوة ولا خرجت يبعتها كنت تعيبت أنذك الساعة العامتي كانت واحد النار عامتي شافتها بواحد البلاسة كتلاockودي يديك البلاسة اللي شفتيها فيها قالت يرى فنين ها فين ها فين ها فين وفيني لقت غدال ذاك البلاسة ذاك البلاسة بحلها دلتوا واحدة عمارة كبيرة والتحت منها قيصارية وكنا عمارة كبيرة يدخلت من ذاك الباب دخلت مدة طويلة تقريبا ساعتين عد خرجت نورمال من إنسان إذا كنت دخل واحد القيصارية ما تدوش مدة طويلة يبقى ساعة ساعة المقالة ويخرج أما باش دوش ساعتين ومعتين ساعتين ونص خلي ساعتها خرجت ومشت أنا بط دخلت لذلك القيصارية بقاش كانت تنظر فيها من اللي دخلت مع الباب لقيت كينا عمارة عد كين الباب دي للقيصارية ما تدخلني شك تيك ما تدخلت من هاد العمارة ما علينا رجعت في حالتي دوشت ذاك النار مشيت لعند الوالدة لدارها وكتلها ما تقولوش لي هم ما تقولو تو واحد باللي انا رجيت وبقيت بايت عند الوالدة لاغضلي جيت سمرت عليها عاوة ثاني كتبالية مشات ودخلت من هادك الباب دي للعمارة ماشي دي للقيصارية ودخلت تبعتها تبعت لذلك الباب طعلا معها دارت لها صنصر انا ما عرفتش مني طاج ما بقيت كان طلعب شوية وتنتسلت ونتخبضة حتى شتا دقات في واحد الباب ديال العمارة وحليها واحد خينا انا ما بويتش نزرب خسني شتهم قيطي حتى تأكدك سعب لي كينش حاجة مشيت هاليها خليتها تدخلت وصبارت واحد شوية تقريبا واحد نص ساعة دي المكانة وننضق في الباب ويجي هادك خينا شكون؟ قلت لي الفاكتور اخوي بغيتك ما حليونا نفرع الباب ونا ندخل ما عدخلت كان لقى هي نايدة من الفراش ومدرق عليها مدرق عليها الملعية وعريانة كاملة كان هادك والعاشق ديالها كان هادك واللي فتض البكرة ديالها وكان هادك واللي ولي دارتشي هاده كامل وكان كين نعي سمعه في كاعدة كل مرات اللي كنت كامشي انا الخرج من الطار كامشي نخدم كان هادك والسبب لي خلاني اناني ونزيدكم ما عرفتش الهدنة والصبر اللي عطاني الله في تاكل اللحظة حيث ما كانوش عندي مع الولادكو كنا عندي مع الولادها تكون قصة اخرى طعناتني واحد طعناقاء اصحاب بزاف انا قلت لها شوفها منت الناس كان نظر معهم غمض عيني حاولوا تخيلوا الموقف قلت لها ما تشوفيش فيها ما نشوفيك غايش هاذك باخير حياتك هادي انا تسيد كنت كنت كنعرفه وعرفني مزوج بيك غنضبحكم هنا بجوش ولكن انا تسيد ما كعرفنيش وتقدري تكون يكاذب عليك وكتير ما مجود منزو الشيش ولا شي حاجة بحلق مهمتي؟ هنا غنساليوه ما بغيتش نصفتك للحبس ما تستاهليش الحبس ما تستاهليش ما تلموت ما تستاهلياش اختاري تحيات الكلاب بقيف الكلاب شنو بان لكم فضل قصة؟ واش تصرفت بحكمة؟ وواش كانت نية ديالي زيدة بزاف؟ عاونوني يا أخوتي وقولوا لي واش كان هذا هو تصرف صائب؟ تشكركم بزافة السيما